لتعرف مراحل وطريقة التحضير معليكم الى تابعوا الفيديو الى الاخير وما تنسوش انكم تشتركوا في القناة تضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد هنخليكم مع المراحل سلام عليكم كانت مني انكم تكونوا كامل بكم باخير و الاخير وان شاء الله ياربي وصفة سهلة سريعة وصحية اهم حاجة غدي نحتاجوا في المقادر واحد بسلام شلدة كاس ديال تحن تزرع بالنخالة ديالو هبرة ديال الحوت كاس بيات مقطع طريفة صغارين زبدة حيوانية ماشي نباتية خمسة ديال فصوص ديال التوم كاس ديال الحليب ملاح وليبزار والزنجبيل ارباع وفخوماج بالنسبة للزنجبيل كنفضل الاناوي كونتري انا ما كانش متوفر عندي غدي ندوب الزبدة ونزيد للحوت ونزيد للبصلة ونخلي البصلة تضبل شوية غدي نزيد التومة ما بغيتش نزيده في اللول باش ما تتحرق ليش وطلق لي واحد ما دقلي هو خايب سوف نزيد العطرية دفعة واحدة ونزيد الطحين نحمصه من بعد نكوب عليه الحليب ونخلط مزيان حتى يتمزج للخالط مزيان سوف يتمزج للخالط مزيان من بعد ما مزجت الخالط سوف نزيد للرباع والفخوماج ، بجد التنسج الخالط مزيان سوف نأكد هذا الحركة من الأحسن بشكون من حاتف لأنكم زملت خالط مزيان ونزيد الحوت سوف نزيد ونصف به من الصورة سوف أردو حالة ونصف لانصف غرفة ALT يجب أن تلوي في الطحين من بعض البيض من بعض الطحين بعد سليل القطاع يجب أن تدخلوا الكنجيلاتور إذا كان لديكم الوقت لتسهل عليكم تقطع أنا لم أفعل هذا المرحلة هنا يجب أن تقطعوا العبار يجب أن يكون قد بعطيتهم بهم و يجب أن تسهل عليكم لا يجب أن تلوي في بيت و يجب أن تلوي في بيتات و يجب أن تلوي في الطحين و يمكن أن تأخذون لك و تأخذون لك فأنتمت بالقل نصف سأخذون باستفعر هذا المكينة غزالة و سوى المكينة مقلية و نصف الفرن لا تنسوا إعجاب لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة و تجربوا و تحديثون شكرا على المشاهدة ان شاء الله يربي فيديو قادم الله يوفقكم نشكركم إلى اللقاء